بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتاة الحقيقة ربتها أمها على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى الصلاح وكانت مثال جيد الحقيقة للالتزام وحسن الخلق وبعدين هي ماتت أمها وبعد ذلك ماتت أبوها الذي كان يقوم بالمصروف وكان يقوم بإعالة هذه الأسرة كانت طالبة في الجامعة الحقيقة فالحقيقة لم تجد سبيل إلا أنها تترك جامعتها وتعمل ممرضة في إحدى المستشفيات كان لها صحبة مجموعة من الصديقات كانوا دائما يعني إيه بيجلسوا مع بعض فنظروا إليها نظر الإشفاق كيف أنها تترك جامعتها لقد ضاع مستقبلها وهكذا لما ذهبت تعمل ممرضة الحقيقة كانت مثال واحتزة به لدرجة أنها كان يطلق عليها ملاك الرحمة لأنها كانت يعني مثل البلسم تحل مشاكل الناس كثير جدا من الذين كانوا يعملوا في المستشفى لا يصلون فهي حملتهم على الصلاة وأقنعتهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ولو كانت مثال حقيقة جيد جدا يعني مرة من ذات المرات اتصل بها مدير المستشفى وقال لها يعني سيأتي لنا رجل مهم يعني سري سراء عظيم جدا له مكان عليا فأرجو أن تهتمي به اهتمام خاص وبالفعل هي قامت بالاهتمام به لدرجة أنه لما استرحلنا نفسيا يعني بدأ يحكي بعض مشاكله فالحقيقة كانت مثال عظيم جدا أن هي هو كان لا يصلي فأصبح يصلي بعد ذلك وكان بعيد عن ربنا بدأ يقرم ربنا وشعر فيها أن هي فعلا إسلامة يتلقون عليها ملاك الرحمة فالحقيقة تقدم للزواج منها وتزواجها وعندما قام بزيارتها الصحبة بقى اللي كانوا بينظروا عليها نظفة إشفاق وأنها أضاعت نفسها وأنها أضاعت مستقبلها كيف تترك الجامعة وتعمل ممرضة بالمستشفى الحقيقة كانت وقفة جميلة جدا أنهم آلهم كلهم يعني قالوا لها أن احنا نتمنى نكون زيك يعني الانتلوستي بهذا لأن الحقيقة هذا الشاب الحقيقة تغير حياته تماما يعني كان عنده يعني توطر وكان لا ينام الليل وكان بيأخذ مهدئات لما التجأ لربنا وبقى يصلي وبقى يلتزم وحست كده بتخور الله صلى الله عليه وسلم تعالى فحست فيعنا أن هذه الزوجة غيرت حياته احنا الحقيقة لنا وقفة في هذه القصة وهي أن الأساس إخواننا التربية الحقيقة التربية أمر هام جدا وطبعا يعني شيء طبيعي جدا أننا يعني الإنسان إذا ما كانش هو صح صعب جدا أنه يخلي الجيل بعده صح وبعض كثير جدا من الناس لما بدأ ينجب بدأ يغير حياته لأنه الحقيقة الجيل اللي جاي بيقلد الجيل دائما الإبن بيقلد الأم والأب الحقيقة الأمر الهام جدا والدرس المهم في هذه القصة وهو اختيار الزوجة ده قرار في غير الخطورة هو ده المحور الأساسي اللي ينبني عليه سعادة الإنسان في الدنيا والأكرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما استفاد مرؤ بعد تقوى الله خير من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسها يعني الحديث ده معنى إيه؟ إن أعظم فائدة وأعظم خير يحصل الإنسان في الدنيا بعد تقوى الله لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أساس السعادة في الدنيا والأخرة وأساس البهجة وأساس الراحة النفسية وأساس كل السعادة بعد ذلك مباشرة واختيار الزوجة الصالحة لأنها المحور الأساسي في سعادة هذا الإنسان والدرس الثالث إن إحنا إنسان لما يحصل مع الله سبحانه وتعالى يعني هذه الفتاة ضحت بمستقبلها وبجماعتها وذهبت تعمل ومرضت بمستشفى فالجميع ينظر إليها أنها أضاعت مستقبلها ولكنها طالما أنها تعمل لله وكانت نياتها خالص الله فأسعدها الله عز وجل بهذه الحياة الزوجية السعيدة